فرحة وقدت جلسة بين الجهاز الفني للفريق وبين اللاعبين على هامش الميران وأكد فيها البرتغالي فرارة المدير الفني لزمالك في بداية الجلسة عن عدم رضا عن نتيجة مباراة الفريق أمام أمبي بمسبقة الدوري وتكلم كمان بشأن الملاحظات الفنية اللي يجب التركيز عليها لعودة الفريق للمصار الصحيح أوضح أيضا فرارة في حضور الجهاز المعاون على أهمية التركيز في مباراة شباب بلوزداد المقبلة وضرورة تحقيق الفوز للتمسك بفرص التعاهل لدور التمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي